المساء الخير يعطيكم العافية جميعا سعادة وزير الخارجية أشرت إلى المبادرات البحرينية التي اعتمدها قادة الدول العربية فهل يمكن أن تطلعنا على تفاصيل هذه المبادرات بشكل أكثر توضيح شكرا 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 حقيقة إذا ننظر إلى القمة ومخرجات القمة نجد أن القمة أرسلت رسالة حقيقة قوية وكل شعوب المنطقة المنطقة كانت منتظارها وهي رسالة تضامن قمة البحرين وبقيادة سيدي حضر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ملك البلاد المعظم جمعت القادة العرب وأرسلت رسالة سلام للعالم والسلام يؤدي إلى الحق للحياة وهو حق أساسي ضمنت القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان الدولية تضمن هذا الحق بالسلام نستطيع أن نحن نحقق ونقق怎樣 ونوفر الحياة لـ أبنانا وأبناء حقوقنا ما هي نظرة جلالة الملك الاستراتيجية للمنطقة والتي من أول ما استلم طويل العمر مهمة لحدهم مهمة حقيقة استضافة ورغبة جلالته في استضافة أخوانة، أصحاب الجلاله، الفخامة والسمو وضع هدف استراتيجي لنا وبدأ ينسق مع أخوانا القادة بهدف استراتيجي أن المنطقة كافة تعيش في سلام توفير بيئة آمنة مستقرة ومزدهرة لكافة شعوب المنطقة مهما اختلفت جنسياتهم تعيش مع بعضها وتزدهر مع بعضها في بيئة آمنة مستقرة ومزدهرة هذا هو الهدف الاستراتيجي السامي الذي نسأله صحيح على أساس أننا نوصل إلى هذا الهدف نحتاج أن نحن نحل الأزمة الحالية وهي قضية الحرب على غزة وتحدثنا عنها وأيضا تحدثنا عن الهدف الاستراتيجي المطلوب للوصول إلى الهدف الاستراتيجي الأعلى وهو تحقيق حل الدولتين بحيث أن الدولتين يعيشون في أمان أيضا لكن هناك حقوق للمواطن يا أخوان للأسف الصراعات والنزاعات التي حدثت في المنطقة على مدى خمسة عشر عام أرثت جيل يجب أن نحن نزرع للأمل إذا رجعنا إلى حصائية اليونسكو لعام 2018 نجد أن أكثر من عشر مليون طفل عربي في الفئة العمرية ما بين خمس سنوات إلى خمسة عشر سنة خارج المدارس أن حرموا من حق نراه عادي حق التعليم يجب أن نحن نضع بريق أمل لهم بأن الآخرين يفكرون فيكم كانت هذه نظرة جلالة الملك فأصدر مبادرة الأولية وهي توفير التعليم لمن تضرر من هذه الصراعات والنزاعات ونعمل على توفير التعليم بأي طريقة كانت يا جماعة أول ما سمعناها من لدن جلالة أنا شخصيا حسيت بالأمل فكيف أن نحن نلامس قلوب وأذهان هذه الفئة الكبيرة من أبنائنا التي يجب أن نعتني بهم وبنفس الشيء وهذا حق أساسي حق الحياة بالسلام حق التعليم وحق الصحة كيف نوفر الصحة ويستطيع من تأثر من النزاعات والصراعات في منطقتنا أن يصل إلى الرعاية الصحية ويستطيع أنه يشتري العلاج والدواء المناسب بالكل في المناسبة وفي المكان المناسب وأيضاً لما نسق نوية وكالة الصحة العالمية يعني أعجبه بهذه الفكرة وهذا المشروع فأضافه حقيقة طلب التطعيم ومعاناة العديد للقاحات واهتمامهم بوصول فكانت هذه ثلاث مباررات رئيسية من التي صممت مباررات جلالة الملك والتي حقيقة نالت استحسان وأعجاب ودعم أخوانا أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والقادة فإذا أضفنا لها العمل على زيادة عدد الدول التي تعترف بفلسطين هذه صارت مبادرة أيضاً رابعة وتم تكليف وزراء الخارجية بكافة وزراء الخارجية وهذه يا جماعة أيضاً أضيفة لما تفضل بمعالي الأمين العام من تطوير في عملنا العربي المشترك أن اليوم بتكليف اليوم أن كل وزراء الخارجية العرب عليهم أن يتحركون بجهد دبلوماسي كل في مجاله وفي قدرته بحيث أن نحن نعظم ونزيد عدد الدول التي تعترف بفلسطين والشيء الأخير كلنا الآن بسهولة نستخدم البنفت بي وكذا الفنتك فوجد جلالته أن كيف نقدر نزيد ونعزز وندعم التعاون بين الدول العربية لإنشاء شبكة مالية واستفادة من المالية الرقمية وكذلك الابتكار والتوجه إلى الاقتصاد الرقمي فهذه بالصورة عامة رسالة سلام رسالة حقوقية من القادة العرب بجتمعين شكرا